موسيقى السلام عليكم المعلومات تقول بأنه كانت اجتماع بلية الخميس على الجمعة بيت السيد هادي العامري بين القوى السياسية الشيعية على مود يختارون بديل السيد محمد علاوي وانطرحت فعليا الكثير من الأسماء بهذا الاجتماع لكن ما وصلوا إلى أي اتفاق وأخفقوا مرة ثانية في اختيار أي اسم لأنه هناك تحفظات واختلافات وكثير من التقاطعات وعلى هذا الأساس اليوم بدأت أكو بوادر جديدة بدأت طارح جديد اللي هو يقول أنه لازم السيد عادل عبد المهدي يبقى للفترة القادمة على الأقل إلى الانتخابات القادمة إلى نهاية العام أو بداية العام القادم وتصير انتخابات مبكرة ويخلص العراق من هذه المشكلة وفعليا أكو أطراف الآن بدأت تجتمع وأبدأت استعدادها للتصويت وعلى أساس أنه يشكلون تحالف سني شيعي كردي من أجل دعم الرجل وأكو أطراف يعني اعتقدت أنه هذا هو الحل الوحيد اللي عندنا مثلا السيد بهاء العرجي على سبيل المثال يعني هو واحد من الأطراف اللي اعتقد أنه سيد عادل عبد المهدي خلينا ياها الزمين المخرج أنه هذا هو الرجل الأفضل لهذه الفترة وقال الاختيار الأفضل للمرحلة المقبلة يتمثل بالابقاء على عادل عبد المهدي وهذا الشي طبعا ما يعارض العملية السياسية بحسب السيد بهاء العرجي وطبعا نحن مثل ما ندري السيد عادل عبد المهدي هو أصلا ما قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية هو يفترض قانون لأنه يقدمها إلى رئاسة الجمهورية لكن هو قدمها إلى البرلمان العراقي والبعض بوقتها اعتبرها بأنها يعني نية مبيتة من الرجل للبقاء لفترة قادمة وإذا فعلا صار هذا السيناريو قد تفسر بهذه الطريقة واليوم التفسيرات كثيرة لهذه الأمور لكن أكو معترضين على هذا التوجه توجه بقاء السيد عادل عبد المهدي أطراف مهمة جدا بالعراق مثل اتلاف النصر مثل تيار الحكمة تحالف سائرون اتلاف الوطنية قوى كردية أخرى كلها معترضة على هذا الموضوع لأن هي تعتقد أنه المرجعية الدينية ما رح تدعم تجديد الثقة بالسيد عادل عبد المهدي للفترة القادمة لذلك هم معترضين على هذا الموضوع وأكو تصريحات يعني مثلا من بليغ أبو كلل القيادي في تيار الحكمة يعني وصف أوصاف قوية للسيد عادل عبد المهدي قال الغادر والفاسد والفاشل لن يكون رئيسا للحكومة ولو تعلق بأستار الكعبة وطبعا هذه في إشارة واضحة جدا نشون الوضع اليوم متعقد بالعراق بين هذه الأطراف وشون الأمور هي أبدا مواضحة لكن الكتل السياسية الشيعية لا زالت طبعا هي مصرة أنه تستغل هذه الدعاء الشيوم اللي بقت المهلة اللي بقت حتى يختارون البديل للسيد محمد علاوي ولا زالت الاجتماعات موجودة ولا زال أكو طرح وهذه قد تستمر طبعا هذه الاجتماعات نحن ما ندري حقيقة لكن هي حسب اللي دانسمعها أنه يوميا هذه الاجتماعات تجري وأكو أسماء مهمة جدا تطرح يعني لكن هذه الأسماء أغلبها اللي دانسمع به هي أسماء طرحت سابقا في فترة السيد محمد علاوي علي شكري حيدر العبادي عدنان الزرفي وغيرهم من هذه الأسماء خلينا زميل مخرج يعني أيضا هذه وحدة من التصريحات من السيد حسين عرب عضو مجلس النواب انتحاله في البناء قال اجتماع القوى الشيعية تداول طرح أسماء عدة أبرزها مصطفى الكاظمي محمد الشياع السوداني وعلي شكري وأسعد العيداني وعدنان الزرفي وليس هناك أي فيتو على أي اسم إلى غاية الآن طبعا هذا كله يجي في ظل الآن تخوف كبير جدا من العالم على الأزمة السياسية العراقية الحالية يعني لا أكو حكومة استقالة من السيد عادل عبد المهدي عدم تمرير السيد محمد علاوي مشاكل كبيرة والغرد يشوف بأنه العراق قد يتوجه إلى أزمة كبيرة جدا خاصة وأنه أكبر منظمة إغاثة أمريكية اللي هي اليو اس ايد الآن بدت إدارة دونالد ترامب تخفف من التواجد مالة موظفيها بسبب يعني بعد الضربة اللي صارت والاستهداف إلى قاسم سليماني واللي صار بيها طبعا قتل عدد من القادة فلذلك الفورن بولسي شافت بهذه القضية مشكلة قالت نحتاج إلى التأكد من أن لدينا عددا كافيا من الموظفين لمواصلة برامج المساعدة الحيوية في العراق فبدونهم سيزداد تواجد طهران مع تهيئة الظروف في الوقت نفسه لتجدد ظهور داعش وأيضا أضافت قالت هذا خطأ فادح وإذا لم نعود إلى المسار الصحيح وبسرعة وسوف نستمر في رؤية العراق ينزلق إلى أزمة سياسية كبيرة وأكو نوع من التناغم اليوم من القوى السياسية العراقية نوعا ما من خلال المعلومات والتسريبات من هذه الاجتماعات اللي دنحشي بيها هذه الأطراف يعني نوعا ما تنازلت من قضية خروج القوات الأمريكية على الأقل بالفترة القادمة لهذه الحكومة اللي ما ندرى حيصير بها مكلف أو استمرار للسيد عادل عبد المهدي يعني نوعا ما تنازلوا عن هذه القضية وعن قضية اتفاقية الصين إلى أن نتعدى هذه المرحلة وتصير انتخابات وتجي حكومة قادمة وتلزم الحكومة القادمة في هذه القضية لأن فعليا ومنطقيا هذا القوى اقتنعت أنه حتى له الآن رئيس الوزراء المكلف أو السيد عادل عبد المهدي يلزموا بهذه الأمور ما رح يقدر يسوي شيء فعليا هذا واقع الأمر بسبب عمر الحكومة نفسها فطبعا هذا الأمر اللي كشف عنه السيد أثير النجيفي مو أنا اللي كشفت عنه خلي زمين مخرج قال تنازلة كتري الشيعية عن مطلب إخراج القوات الأمريكية من العراق وتبحث الآن الرئيس وزراء يتقمص أسلوب ما قبل 2014 2014 إيرانية الهوى أمريكية القبول طبعا هذه من الفورن بوليسي أيضا يعني في عدد آخر همي أنا حجيت بهذه القضية بصريح العبارة وقالت يعني القضية مختصر مفيد للعراقين وللقادة العراقين أنه يقبلون بالقوات الأجنبية بوجودها تحت راية النيتو مثل ما أنتم شايفين الآن يبقون تحت راية النيتو هذا الأمر هو الأكثر قبولا من الناحية السياسية خاصة وأنهم يتعرضون لضغوط من إيران لطرد الجيش الأمريكي أو الحد من عملياته لذلك اليوم العراق يعني ما بين وبين ملفات خطيرة جدا يمر بيها منزلق خطير جدا ولكن مع كل هذا تظل الدعش يوم القادمة يعني رح تكون نوعا ما مصيرية بالنسبة للعراق والعراقيين والمتظاهرين والعالم أيضا يترقب ما الذي سيحدث في العراق إذن ينضم إلينا حول هذا الموضوع من بغداد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني السيد علي صباح حياك الله استاذ علي حياكم الله حياكم الله السلام عليكم وعلى مشاهديكم أهلا مرحبا بكم عليكم السلام ورحمة الله استاذ علي الآن يعني أفضل شيء هو بقاء السيد عادل عبد المهدي للفترة القادمة لأن كل القوة السياسية بما فيها تيار الحكمة كلكم لما تقعدون على طاولة وحدة أنتم مختلفين بيناتكم كل واحد إلى رؤية وطنية معينة كل واحد إلى طريقة في تفسير الأمور لذلك أكو رؤية اليوم لبقاء السيد عادل عبد المهدي لإنقاذ اللي نقدر ننقذ لأنه الاختلافات كبيرة جدا وهذا هو الحل الوحيد والأنسب لوضع العراق حاليا كيف ترود على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة سيد الكريم هناك مسارات وهناك مساحات هناك مثالية وهناك واقعية دعنا ندخل في الواقعية السياسية اليوم إذا جئنا للقبول بهذا الكلام وهذا لا يأخذني إلى الرفض أولا إذا جئنا للقبول فلماذا أقبنا الدنيا ولم نقعدها ولماذا نادة المرجعية ولماذا خرج المتظاهرون ولماذا ولماذا سيد الكريم اليوم نحن أمام طريق لا رجعة فيه وهذه نقطة مهمة طريق لا رجعة فيه الإشكالية اليوم هي ليست قبول تلك القوى من رفضها اليوم الإشكالية هي قبول ذلك الشارع وتلك المحافظة وهذه الساحة من عدمها هذا أولا ثانيا سيد الكريم المسألة اليوم ليست حبيسة بمساحات تفرد وتصورات تطرح اليوم دعني أصدقك قول ولغاية دخول لهذا الإستوديو لم تطرح أي كتلة من الكتل رسميا حتى في اجتماعاتها الخاصة هذا الخيار رسميا هناك التصريحات تثار هنا وتثار هناك ليست في متبنياتنا وليست محل الذهاب إلى وضعها متبنى نتبنى عليه ونتبانى عليه اليوم خيار الحكومة القادمة هو خيار باتجاه لا ثالثة لهم خيار برئيس وزراء مستقل قادر على إدارة مرحلة زمنية محددة لأهداف محددة في مسارات محددة اليوم السيد عبد المهدي نكون له كنوا الاحترام في الحكمة كنا أول وأشجع وأفصح ما يعبر عن رأيه في معارضة حكومة السيد عبد المهدي بعد فترة منحناها له من العمل والتقييم والتقويم وكنا معارضين واليوم لم نكن معارضين من باب المعارضة الخاصة بنا بل جاءت المعارضة بناء على متبنيات وجدها المكتب السياسي للحكمة جاءت بناء على مواقف بينتها المرجعية الدينية الشريفة وذهبت باتجاه تغيير المسار في العراق جاء بناء على مواقف فرضها ساحات التظاهر ومطالب المتظاهرين اليوم هذه المساحات الثلاث تحتم علينا وتفوض الأمر إلى أن نعود بهذه المسارات إلى هذه النقاط لكن شنو المشكلة ما هي المشكلة عدم العودة للمربع الأول إذا في حالة فعليا صار خيار سيد عادل عبد المهدي ولا هو يعني بحسب كلامك الآن هو ممطرح هذا الخيار لكن نحن نقرأ بالإعلام ونشوفه بين السطور ونتهي تسرب هنا وهناك يعني مو شيء مثلا غير موجود لا اليوم كان موجود من الصبح هذا الكلام لكن اللي أريد عرفه أنه سيد عادل عبد المهدي يعني خلصت هو الرجل قال خلي نحل البرلمان نتوجه إلى انتخابات مبكرة برسالته كانت وافحة ماكو أي مكسب للرجل هو دا يدور عليه هو خلاص يقول لك مرحلة نعديها وتصير الانتخابات وتوكلوا على الله واختاروا اللي تريدوه وصوتوا على اللي تريدوه وبراحة كوم يعني فلذلك حتى المبادرات صارت كثيرة أيضا من أطراف كثيرة من النصر حتى من الحكمة رأينا كلام كثير وآراء كثيرة ماكو مكاسب خلي الرجل يمشي لأنه الآن على ما يبدو أنتم معترضين على الكل لا سيد الكريم هذه ليست لغة الحكمة وليست من الحكمة أن نذهب باتجاه هكذا لغة لسنا معترضين على الكل ولسنا قابلين وفاتحين وباسطين اليد للكل أولا هناك أسس اليوم نناقش شخصية من يتولى هذا المنصب نناقش اسم نناقش شكل لا اليوم نناقش واقعية هذا الشخص الذي نناقشه قبولنا من رفضه اعتراضنا من قبولنا يأتي بناء على ما هي العمل التي يجب أن يقوم بهذا الشخص استقلالية هذا الشخص اليوم السيد عبد المهدي استزر الوزارة وقدم ما قدم يجد هو نفسه صائبا في جميع الأمور تجده كتل أخرى غير صائب نجده باتجاه معين ولكن المرحلة اليوم عبرت إطار السيد عبد المهدي اليوم المرحلة تبحث عن مرشح مستقل مرشح غير جدلي ولا نقبل بأنصاف الحلول ولو بنصف جدلي اليوم لسنا رافضين لجميع وخير دليل التسمية الأخيرة لم نكن متبنين ولم نكن مرشحين لشخصية بقدر ما كنا مؤيدين لما يستطيع الذهاب بتسميته الرئيس المكلف ولم يستطع الرئيس المكلف اليوم لم نكن حجر عثرة أمام تكليف المكلف في حين بينا موقفنا رسميا جهارا علنا صريحا باعتراضنا على بعض المرشحين السابقين اليوم لسنا من يضع العصى في العجلة على الأكثر لن نسمح بأن نكون تلك الريشة التي تطير هنا وهناك من أجل أن يفرض الآخرين فرضيات في هذه الساحة وهذه مساحة طيب بس استر علي أنتوا هاي تحفظاتكم على السيد محمد علاوي تحفظات أطراف أخرى والأطراف المعارضة ما مررته للرجل ما كان المفروض أنه تدعمون الرجل حتى وإن كان هناك تحفظات على العديد من الأسماء يامو يامو تحفظنا على الحكومات الي مرت علينا ليش بالسيد محمد علاوي حتى من المؤيد إليه وتياري حكمة كان من أكبر يعني الداعمين لشخصية مستقلة صارت تحفظات في آخر اللحظات وانقلب السحر على الساحر وها نحن الآن نتكلم عن بقاء السيد عادل عبد المهدي وهذه الخيارات الصعبة الآن ما كان المفروض يعني على الأقل الرجل تعطى له فرصة حتى يعمل وإن كان هناك تحفظا سيدي هذه الجدلية لا نتجادل فيها لأن أساس المتبنى أعرفه جيدا وأعرف الموقف الرسمي للحكمة ولا أبني وأتبنى هذه المواقف تجاه ما يصدر في الإعلام أولا وأساسا بقية الفرضية تحمل اسمين اسم محمد توفيق علاوي واسم مصطفى الكاظمي لآخر الساعات في التفاوض وذهب الرأي مع تكليف محمد توفيق علاوي لم نعترض على محمد توفيق علاوي بقدر الاعتراض ولكن بينا نحن نمنح الثقة للشخص ولا نشترك في حكومته هذا متبنان في زمن السيد عبد المهدي لا نشترك في هذه الحكومة الحكومة مهيئة لعمر محدد هذا العمر المحدد يستوجب ويتطلب أن يكون هذا المكلف حرا فنحن هذا رأينا لا نشترك في الحكومة لكن نمنحه الثقة قدر تعلق الأمر بمنحه الثقة لأن المرحلة تتطلب وعي تتطلب تحفظكم على المرشحين اللي هو قدمهم أثرت علي أستاذ علي أبدنس سيد الكريم أولا دعني أصدق القول نحن نملك في مجلس النواب عشرين مقعدا لو فرضنا أن العشرين مقعدا رفعوا اليد باليدين في منح هذه الثقة لا يمرر بالعشرين سوطا اليوم معادلة الشارع تختلف عن معادلة البرلمان معادلة البرلمان المحكومة بنسبة عددية بعدد مجلس النواب أسأل سؤال في قرار التصويت على إخراج القوات الأمريكية ألم يحضر مائتين وخمسة نائب إلى ما شابه من هذا العدد وصوت على الإخراج لماذا لم تحضر تلك القوة على تمرير محمد علاوي وتعصب بعصابة الحكمة وعدم حضور السنة وعدم حضور الكرد سيد الكريم هذه مغالطات اليوم الكتل الكبيرة صاحبة الأرقام الكبيرة هي بذاتها لم تمنح محمد توفيق علاوي تكليفه بشكل كامل ليست الحكمة من تملك عشرين مقعد تذهب وإلا لو كنا نملك القدرة والصلاحية العددية بتمرير علاوي لطرحنا مرشحا نمضي به من الحكمة هذه مغالطات سيد الكريم اليوم اسأل اسأل بسؤال واضح وفي أول سطره ضع هذه الجملة أي الكتل لم تحضر إلى مجلس النواب وتصوّط لعلاوي نحن في جميع الجلسات كنا حاضرين بالكمال والتمام أنا أتكلم عن التصريحات نصوت أو لا نصوت كمان بس تابع للتصريحات محمد علاوي لم يمضي لعدم حصول النصاب وليس لعدم حصول التصويت سيدي لا لا بس أكو تصريحات كثيرة تدري هؤية كتل نحن ندري يعني شنو تيار الحكمة وشنو تواجده بالبرلمان والمقاعد اللي عنده بس يعني أكو كانت تصريحات كثيرة إعلامية واليوم الإعلام يعني فعليا يغير من معادلات كثيرة بتصريح أو تصريحين مجرد ما شافوا تحفظ من الحكمة وتحفظ من حدد الأطراف مثلا القانون اللي كانت هي داعمة للسيد محمد علاوي تغير موقفها إعلاميا الرجل صار بموقف صعب يعني من الإعلام هي بدأت القضية أنا هنا النقطة إعلاميا ما كان الرجل مدعوم من عندكم بشكل كامل من ناحية مرشحي سيدي هناك فرق بين أن تدعم أو تتبنى لسنا متبنين ولكن لسنا بطرف عدم الدعم هذا أولا ثانيا أعيد الجملة محمد توفيق علاوي سقط بعدم وجود النصاب أم بعدم تصويت الحكمة أو غيرها من الكتل هناك نصاب لم يكتبل النصاب كنا حاضرين بالعدد الذي حضر الجسم كنا حاضرين بالتمام والكمال وكان لنا رأينا المحترم وهذا الرأي هو ما توافقنا عليه في الجلسة الأخيرة في الجلسة السياسية الأخيرة قبل يوم التصويت وكنا أعطينا رأيا باتجاه إيجابي في منح هذه الثقة لهذا المرشح ولكن لدينا رأي نحتفظ به بعدم المشاركة في الوزار هسا مرة يعتب علينا أنه أنتم تريدون وزارات مرة أنتم رأينا أنه لا نشارك في الحكومة لكن منح الثقة نرجع ملاحظة سيد الكريم واضحة كانت سقط بالضربة القاضية بعدم حضور العدد ولا نعصب هذه الأمور بعصابة الكتل الأخرى واقعا لو أرادت الكتل الشعية أنصح التعبير بين مزدوجين أن تمضي بمحمد توفيق علاوي لمضت ولديها الأغلبية لغاية الجلسة التي حصلت قبل يوم التصويت كان هناك آراء مشتركة وكانت هناك آراء بحضور جزء من الإخوة في الكتل السنية قد يصل إلى 30 33 أنصر و أردنا أن تمضي هذه الحكومة بتوافق جميع الجهاد و لكن ما حصل أننا حضرنا و لم يحضر حتى الآخرون الآخرون الذين نصفوا بينهم متبنين لمحمد توفيق علاوي فواقع هذه الإشكالية كبيرة جميل نحن بكل هذا الكلام الذي نحكي به الآن يعني هناك مرشحين كثيرين مثل مصطفى الكاظمي و دونس مع ابعالي شكري و عدنان الزروفي وغيرهم مجرد هذه اجتماعاتكم التي تحدث الآن والنقاشات والحوارات والاختلافات المتظاهرين كلها مقابلين به قلون أننا لا نريد هذه الكتل السياسية بعد تختار لنا أي أحد و راضين تقريبا كل الأسماء يعني من خلال ساحات التظاهر والشعارات والناشطين والتصريحات هس أنتم ش هتختارون ش هتتفقون شنو هتختلفون عليه المتظاهر نهائيا ما رح يوافق ولن يتوقف عن التظاهر وسيستمر في الضغط شنو فائدة هذه الاجتماعات و غيرها في ظل رفوف تام من الشارع تمام سيد الكريم أسأل وأجيب و إجاباتي رد على أسئلة قدمتها جنابك أولا سيدي إذا أنت جنابك تقولي الشارع غير قابل و قبل قليل تطلب مني التصويت و المضي بأي اسم و عدم اعتراض على أي اسم هذا أولا ثانيا سيد الكريم اليوم المعادلة الديمقراطية في العراق تحتم علينا أن نمضي تحت قبة البرلمان و نمنح الثقل للشخص الذي يمنح الثقل الشارع اليوم رافض لعدد من الأسماء كما نحن كنا رافضين لعدد من هذه الأسماء الشارع اليوم يتبنى شخصيات غير جدلية نحن نتمني لشخصيات ولكن المعادلة السياسية الديمقراطية الحقيقية القانونية تقتضي منها الذهاب إلى مجلس النواب و المضي أو إسقاط الشخص هذا أو ذلك بناء على الرؤية الشعبية و الرؤية المرجعية و الرؤية التيارية و الرؤية السياسية نحن سيد الكريم من أوائل مؤسسي نظام الدولة بعد 2003 في العراق لا يمكن لنا أن نتراجع خطوة الوراء و نتخلى عن دورنا في بناء الدولة لا بناء الحكومة بناء الدولة اليوم بناء الدولة يتطلب مننا أن نسير بمسارات الدولة بمسارات المنطق القانوني والشرعي والدستوري لذلك سيد الكريم اليوم لا ترضى شاحات التظاهر وهو قرار محترم و نحن نحترم من لا ترضى به ولكن اليوم لا يمضي لا يمضي لا يمضي أي مرشح إلا في قبة البرلمان لذلك الأسماء المطروحة سيد الكريم ممن ذكرتها من الشخص الكريمة أعيد لك الكرة مرتين وثلاث إنها بعضها أولا للتسقيق الإعلامي والمحرق الإعلامي ثانيا بعضها لارتفاع صوت معين مقابل الوصول للساعات الأخيرة بصوت آخر بعضها الثالث سيد الكريم هي للخلاص من الضغط السياسي تخيل بعض الكتل السياسية لديها ضغط من شخصها فتضطر الكتل لترشيحها الخلاص من الضغط لكونه سيسقط بالقاضية في الإعلام وفي ساحات التظاهر لذلك ما يطرح اليوم من أسماء كريمة هي ليست الخوض الأخير في هذه التسمية ولذلك سيد الكريم نحن في العراق لسنا بلد الساعات الأخيرة ببدل اللحظات الأخيرة عشرة دقائق كانت تفصل قبل الجلسة بمرشح عشرة دقائق كانت حاكمة بأن توقف هذا المرشح لذلك سيد الكريم كل ما يطرح اليوم في الإعلام مع جل الإحترام وإعلام السلطة الرابعة كل ما يطرح اليوم أو يسرب إلى الإعلام هو أسماء بعيدة بنسبة كبيرة جدا بس إحنا نأخذ التصريحات من تحالف البناء يعني حسين عرب الرجل هو صرح عن هذه الأسماء حجب قال اسم مصطفى الكاظمي عدنان الزرفي علي شكري وإسماء عديدة فلذلك يعني خليني أسألك على مصطفى الكاظمي بما أنه تيار الحكمة على ما يبدو نوعا ما ما عند اعتراض على الرجل وهناك قوة كثيرة قد تكون داعمة للرجل هذا الإسم على ما يبدو نوعا ما تشعر إعلاميا على الأقل يعني إلا فد قبول إلا فد سلطة إلا فد قوة الرجل ما علي هذه الاعتراضات الهائلة والكبيرة هذا الرجل إذا انطرح على الأقل في الفترة القادمة أو على الطاولة تعتقد يعني على الأقل تيار الحكمة مع بعض الأطراف الموجودة اتلاف النصر وغيرها ممكن يأخذون موقف ويمشون أمور هذا الرجل على الأقل إلى الانتخابات المبكرة للنجري هذا الاسم مقبول له هو اسم قد فعلا يصير علي رفض كبير من الكتل مثل ما شفنا مع السيدة محمد علاوي سيدة الكريمة أساسا ما طرح للعلم من اسمها كريمة فعلا هي مطروحة ولكن طرحها ليس حبيث الغرف السياسية المغلقة الضيقة هي مطروحة من أيام خلو منصب رئيس وزراء أو قبل استقالة سيد عبد المهدي ذلك الشكري علاوي مصطفى الكاظمي محمد الشاعر السوداني هي اسمها مطروحة وسبقا عرضت على رئيس الجمهورية بعضها فهو واقعا مطروحة نعم أؤيد ولكن هل هي المحسومة لا ليست هي المحسومة لغاية الآن أذهب بسؤالك إلى سيد مصطفى الكاظمي نحن جئنا وفق ثلاث متبنيات مستقل لم يشترك بالعملية السياسية ولم يستوزر أو يتصدى أو يكون مكلفا من حزب حصر الصلاحيات السلطة بيده وهذه هي متبنيات مرجعية وشعبية أي من هذه الأسماء الكريمة ينسجم معه على الأقل التقادير 80 إلى 90% سنذهب باتجاهه واقعا الأسماء الكريمة بعضها من استوزر بعضها من رشح ورفض رفض من الشارع رفض من رئيس الجمهورية رفض من الكتل السياسية البعض الآخر قد يجد توافقا لدى الكتل السياسية على أقل التقدير نصف الكتل السياسية نحن اليوم نقول لسنا مع الجدلي ولكن إن أخذتنا المسارات والرياح إلى أننا فقدنا أي جدلي في العراق لا سوى محلها سنذهب باتجاه نصف الجدلي ونصف الجدلي أين نذهب به من هو يمثل هذه القضية هذا النصف الجدلي نذهب باتجاهه ونعطيه الصلاحية المطلقة أم نقومه ونتابعه وقد نذهب باتجاه نفس ما ذهبنا لكن أستاذ علي أكون نقطة مهمة أكون نقطة مهمة ليست في خوض الأسماء النهائية طيب أنا أريد أسألك عليها لأنه اليوم المتظاهرين عدهم مرشح عدهم مرشح من الشارع ونعرض اسمه في كل مكان ليش دة طول إذن الطرشة وكأنه هو غير موجود ليش مدين أخذ لأي اعتبار من أي كتلة سياسية من أي سياسي من أي نائب ولا كأنه انطرح اسم من المتظاهرين وغيرها هذا الاسم ممكن يخفف وطأة الضغط بالشارع الشارع المتظاهرين اليوم يطالبون بدخول الأمم المتحدة وتدخلها من أجل حمايتهم وغيرها إذا أخذ بالمرشح مالة المتظاهرين أكيد رح يصير يعني هذه تخف قضية التظاهرات قليلا وتضطي صبر نوعا ما وتنقذ العملية السياسية وتنقذ الدولة بشكل عام من خطر لا سامح الله يعني أكو إلا توقعات ليش مدين أخذ بهذا الاسم نهائيا سيد الكريم أولا نرفع القبعة للشارع ونرفع القبعة لساحات التظاهر ولكن دعني أكون أمام جزئية من يمثل ساحات التظاهر اليوم هو صوت المنطق السلمية العقل أول الأمر طرح سيد محمد توفيق علاوي في ساحات التظاهر ورفع بلافتات كبيرة إذا تتذكر وذهبت الكتل باتجاه ترشيح علاوي ورفعت لافتات باتجاه أسقاط علاوي هذا أولا ثانيا سيد الكريم اليوم نحن أمام معادلة الدولة والحكومة أيهما الأهم الدولة أم الحكومة حتما الحامي الدستور رئيس الجمهورية والشعب اليوم أمام معادلة الدولة والحكومة الدولة اليوم تقول معادلة الدولة في المرحلة الحالية تتطلب كذا وكذا في المسهد السياسي مرشح الشارع اليوم سيدي لنذهب بالتسمية الأخ الركابي دكتور علاء صحيح؟ نعم الدكتور علاء ركابي سيد الكريم المعادلة توحي في الأيام القادمة إلا أن هذا الرجل لا يستطيع النجاح إذا لم يستطع عبد المهدي وهو مرشح كتلتين كبيرتين النجاح لا يستطيع هو النجاح إذا لم يستطع النجاح محمد توفيق علاوي ومرشح جهة كبيرة لن يستطع الركابي أن يمر في قبة البرلمان لذلك اليوم معادلة الدولة قائمة على أسس منطقية من يمنح الثقة لمرشح الشارع مجلس النواب هذا أولا ثانيا نقطة مهمة سيد الكريم اليوم لنذهب باتجاه جدليتين الكتل السياسية المشتركة منذ 16 أو أكثر من 16 عام في المجال السياسي والشارع الراغب من أكثر من 6 أشهر في الشارع اليوم بعض الكتل السياسية وللأسف سيد الكريم تفكر بمنطقية أننا لا نستطيع خسارة وضعنا السياسي ودورة برلمانية في سنة واحدة ولا نستطيع ولا 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 وهذا ما أخذنا إلى منزلقات بعض الكتل السياسية الأخرى لا زالت تتمسك بقضية أننا نحن الأولى بالترشيح وقدنا سنوات من المعارضة وكذا وكذا والبعض الآخر يأخذ جدلية القبول وعدم القبول هو أنه مرشح الكتلة الفلانية ولجب أن لا أمررها هذه مشتركاتنا الثلاثة تأتي بأن النجاح لمرشح ساحات التظاهر هو غير قابل للمرور بتمريره لذلك بس ما جربت أستاذ عليم ما جربته من طهيت فرصة من طهيت فرصة للرجل يعني المشكلة الناس تنظر هكذا بنصدقيقة بنصدقيقة الفرصة لا تعطال للرجل اليوم النظر أستاذ علي أنه الكتل السياسية في وادي والشعب في وادي هذه دائما تنطرح وهذا الكلام وهذا الفراغ الكبير ما راح يسد إلا تقبلون بمرشح من المتظاهرين يا سيدي الكريم ما تعتقد هو هذا على الأقل مفتاح لفترة قصيرة قادمة حتى تحل مشاكلك بنصدقيقة لو سمحت بنصدقيقة سيدي المرشح القادم سيأتي بعده عملية انتخابية هناك كتل لا تستسلم للوصول للعملية انتخابية بمرشح لا تعرفه هذه صراحة أعطيك إياها ليست رأي الحكمة صراحة بعض الكتل الأخرى هناك كتل أخرى تقول أن في الوسط الشيعي في الوسط والجنوب لديكم أحزاب لديها تنظيمات في مناطق أخرى من العراق ليست لدينا أحزاب تنظيمات فلا نسلم القضية بهذه السهولة هناك رأي آخر نحن مع صوت المنطقية والعقل والشارع أن نأتي بمستقل أن نأتي بقادر على تجاوز السنة وذهاب باتجاه انتخابات وقانون انتخابي ومفوضية نعتقد أن المضي بهذا الخيار هو أسلم أسلم للكتل ونجبر الكتل على القبول بمرشح مستقل وأسلم للشارع الأراقي لأنه سيمهد لمساحة انتخابية لا يستطيع الكتل تشكيك فيها ولا تستطيع الشارع التشكيك فيها لذلك سيد الكريم مهمة كبيرة جدا علينا أن نعطي هذه المهمة لمن هو قادر على حمل المهمة وليس لمن هو الجميل والسياسي المدرب ولمار لذلك المهمة تتطلب عناصر وليست شخص جميل استاذ علي ممتاز جدا أخشى أن الوقت قد أدركنا كان معنا من بغداد عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني السيد علي صباح شكرا جزيلا على حضورك اليوم شكرا لك سيدي كريم إذا مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ونعود لمناقشة أخطر وأكبر الملفات ألا وهو الكورونا موسيقى اشتركوا في القناة 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 ما هي ايران اشتركوا في القناة 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 بغداد اللي يجون الوافدين او العراقين العائدين من دول الخارج سيقوم حيزهم في هذه المستشفى لكن المفروض مثل ما الدول الاخرى تقوم مثل طريقة الايطالية وفرنسا وغيرها من الدول الاخرى بان هناك فنادق بما صار بالسعودية والكويت والامارات فنادق خاصة دون المستشفيات هي المستشفيات اقل الخدمات واردع الخدمات موجودة بيها كما على قناتكم القنوات الاخرى هناك تقارير من محتجزين يسوء الحالة الصحية لهم والخدمات من قدارة بس استاذ جبال خلينا نكون شوية واقعين خلينا نكون شوية واقعين احنا العراق احنا مو ايطاليا وفرنسا حتى عدنا هلقة فنادق ونقدر نأجر وغيرها الكلام الآن اللي دي يصير يا سيدي كريم انه هذه مؤامرة امريكية هذا جزء من الحرب الامريكية الايرانية انه دخل وضاء الكورونا لأسباب هم ديريدون يثيرون الازمات والمشاكل وصابوا الكورونا بامريكا ما عندهم مشكلة على هذا الموضوع لكن ما معقولة ايران الثالث على العالم بالتشاري الكورونا من فراغ فلذلك اكون نظرة تقول لك لا امريكا هي متقصدة والصهاينة والماسونيين ذوله كلهم متقصدين هيش يسوون حتى ينهون محور المقاومة وحتى يأثرون على الشارع ويأثرون على الافكار الوطنية وغيرها يا سيدي الكريم كيف ترد على ذلك بالنسبة لامريكا عمرها مكانة داعمة للشعوب الشرق اوسطية والخاصة الاسلامية والعربية انها تجلب الدمار لهذه الشعوب من سابق العهد مثل ما اتت بالكيان الصهوني واحتل ارض فلسطين المقدسة اذا امريكا باستطاعتها ان تشيع هذا لكن احنا لا نرجع لان امريكا علاقتها هي كوريا الجنوبية مثل طرقة تقريرك علاقة طيبة وعلاقة على مستوى عالي من التعاون العسكري والاقتصادي اضافة الى وجود قواعد امريكية لدى كوريا الجنوبية اذا المفروض بانه ليش بانه بداية الحديث عن الصين ما حيث الى ايران ولا غير ايران قالت بانه هناك حرب جرثومية تحاق ضد ايران وضد دول الشرق اوسطية بينما عندما اصابت المسؤولين الايرانيين واعضاء البرلمان الايرانيين وكثير من المقربين من المرشد الاعلى اصبحت تصريح بذلك بهكذا كلام بانه امريكا تقوم امريكا حتى امريكا داخل بلادها او مواطنيها الامريكيين والعلاقات مع اتحاد الاوروبي الدول الاوروبية همع لها هذا الفيروس متمكن من لطاحة بكثير من الاشخاص والوفيات بسبب هذا الفيروس اذا امريكا لا نجنبها الموضوع امريكا قد يكون لها ذراع بهذا الموضوع اذا كانت حرب جرثومية لكن على الحكومة العراقية على المسؤولين العراقيين جعل المنافذ الحدودية والمطارات هناك مناطق حجز قريبة عليها سواء فنادق ليش ما عندنا فنادق لأن الفنادق مالتنا بس تبقى بها محلات الرقص والبارات والكافتريات ومعرفش من هالقبيل اللي تسيئ لسمعة المواطن والشعب العراقي من الوباء من يقدروا يجزونهم في فندق من هالفنادق الراقية حتى تكون مستشفى مقار وزارة متروك قد يكون يعني بنائة متروكة تستخدم لهكذا علاجات لهكذا حجز لاشخاص اقليم كردستان لحد اللحظة يمكن حالة واحدة باربيل ما عش كم حالة في السليمانية لا توجد حالات في ادهوك اذا المفروض على الاقليم جزء من العراق اجراءات الصحية اوضل من الاجراءات والحكومة الاتحادية اذا الطبق السياسية انهم التهيئين بالفساد وتشكيل الوزارة وتسوط الوزارة لا عجل لا يصبح نضغط هذا الضغط على الحكومة المركزية وغيرها وهذا وباء سمنه احسن دولة بالعالم مو سويسرا احسن دولة بالعالم الآن اللي كل يعتبرها وغيرها عندها اصابات بالكورونا فيروس يا سيدي العزيز منو تريد منو امريكا انجلترا ماليزيا سنغافورة هذه الدولة الاقتصادية العظيمة اصابات كثيرة جدا استاذ جبار احنا المفروض المفروض اجراءاتنا على مستوانا جيدة لا بأس بها احنا مو سنغافورة واحنا عدد الاصابات اقل من عدها بهواء استاذ العزيز استاذ احمد اهنا الطبق السياسي والحكومة متمثلة بوزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى المنافذ الحدودية والوزارة الداخلية والدفاع مسؤولة مسؤولة مباشرة والسيد والسيد الرئيس الوزراء المستقيل او المقال من قبل المتظاهرين الضغط عليه زار مطار بغداد وزار مطار البصرة وزار مقفر منذ شلامشة في البصرة اذا الحكومة هي مقصرة هي الاساس بالتخصير منافذ الحدودية تلزم اهناك محاجر اهنا المنافذ الحدودية اذا بضاعة فاسدة تحجر من قبل وزارة الزراعة استاذي الحجم الصحي من وزارة الزراعة وزارة الصحة في هذه الحدودية اهنا متماهلين بهذا الموضوع وممطين الخط الأخضر للوافدين من ايران باتجاه العراق اللي حاملين لهذا الفيروس اذا كل الملامة والامور اللي توقع على مصابات من المواطنين العراقيين يتحملها الحكومة تحمل الحكومة الحالية وخاصة اللي يتمسك بالسلطة المستقيل بس استاذ جفار انت اليوم اذا تريد تحجز البضاعة طيب استاذ جفار ما نحجي على البضاعة احنا اذا نريد نحجز كل بضاعة جاء من ايران يا اخي السوق العراقي ما اعتمد 80-85% على البضاعة الايرانية وغير انت اذا تحجز كل البضاعة شبق بالسوق العراقي استاذ احمد كن على يقين المواطن العراقي اصبح مقتصادي خلال هذه الفترة يبتعد عن التسوق من الاسواق والرجوع للموالات بدرجة الى 50% احنا بالعراق وحاسين انا هسا من جيت من بيتي عن طريق مول المنصور مول بابلون مول الحارثية مول بغدار اللي بالحارثية قريب من مقر قناتكم بانه العدد الى اكثر من 50 بيئة نزول يعني 40-30 الوافدين لهذه الموالات اذا الشعب العراقي والمواطن العراقي بانه يتحذر من هكذا امور انا دحش امور اقتصادية استى جبرار انت اليوم اذا ما تقبل هذه فلوسنا استى جبرار هذه فلوسنا هذه فلوسنا طيب هذه فلوسنا هذا اقتصادنا انت اليوم حتتأذى اقتصاديا اذا هذه البضائع كلها انت وقفتها وقطعت الطريق وغيرها شنسوي لازم ناخذ شهادات صحية بها وندخلها وإلا منين تدخل يعني من تركيا تركيا ضعف السوق بها بالعراق يعني ايران احنا معتمدين على بضائعها بنسبة كبيرة جدا وهائلة وإلا شلون يعني استاذ احمد تطرق بتقريرك بالبداية قلت الكويت وإيران تمنع البضائع عنهم يوم 15 في الشهر يعني هاي الفترة كلها المواد حاملة الفيروس يتناولها المواضع العراقي بالأسواق انت الرشادات انا اعرج على موضوع استاذ احمد الحكومة اللي ايش اقول لك الحكومة هي مصوطشة بأنه هاي اللافتات الشاشات الكترونية اللي بالشوارع المفروض كانت بالانتخابات تروج لهذا المرشح وذاك المرشح المفروض هاي تستخدم حاليا لغرض نشر الوع الصحي والاجتماعي بين المواطنين الشوان تروح تسوق الشوان تروح تيجي انا البضائع اللي تيجين من الخارج افحصها اذا كانت مثل ما يفحص الجهاز انا خوف هاي الجهاز فاحص الكورونا مثل الجهاز السونار دي سنة المتفجرات اللي باستخدميه العراقيين وليس الدول اللي أخرى العراقيين اللي يستخدمون هذا الجهاز قد يكون استخدامه استخدام السونار دي سنة من التفجرات تفوت من التفجرات والملغمات والمفقخات بس هاي قصة مختلفة استاذ جبار كذلك الجهاز هاي قصة مختلفة استاذ جبار كل هذا يريد يشوف انت حرارة حرارة مرتفعة وتحجزي بقيت شكل استاذ أحمد أستاذ مدير عام صحة بغراء الكرخ الشاسب الحجامي يقول بأنه هاي السيلفي هو المريض اللي كان محتجز في المستشفى الفراث بينما مدير المستشفى ينفي الخبر بأنه بعده مصاب ولازم ما يأخذ المستشفى لكن هي دعاية لبسني ربطه واخذني السيلفي إذن الموضوع المفروض يكون أكثر حزما وكثر شدة باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد وزارة الصحة والله الأستاذ أحمد أنت قاعد بالأرض وتعرف والله لو تجي المستشفيات حالة يرثالها بأنه سبب شنو؟ بسبب المستثمرين والمستشفيات التخصصية الخاصة بأنه الطبقة السياسية الصحة بالعراق خلتها بأردئ المستويات بس إحنا اليوم كتوجه زيلاً أستاذ جبار أحنا أكتوجه زيلاً طيب لكن أخبار أخبار طيب لأ طيب أحنا ندرب وضع المستشفيات ندرب وضع المستشفيات أستاذ جبار ما عندنا اختلاف على هذا الموضوع لكن أكو أخبار زيلاً تقول لك المستشفيات طيب ما تقول لك المستشفيات الآن العراق أكو توجه أنه تصير المستشفيات خاصة أستاذ جبار ذات تسمح لي بس الآن أكو الكلام يقول لك أنه المستشفيات رح تتحول إلى مستشفيات خاصة بعض المستشفيات الموجودة بالعراق وهذا رح يضطي فرصة لأنه تدخل شركات التأمين الصحي اللي يوفر علاج أفضل دوة أفضل أسرة أفضل حجر صحي أفضل يعني أكو نضرب هذا الموضوع لحل هذه المشكلة ما العراق مربويلات سالح أحمد هاي شغلة شغلة تأمين الصحي أنا بشرك أخر أخرى هاي شغلة مثل مسألة الماستر كارد للموظفين مثل ماستر كارد للموظفين تأمين صحي رح الراتب مع الموظف كل يروح للتأمين الصحي وغير أمور الماستر كارد اللي يستلمي الموظف راتبه تدري العلاوة مع الموظف العادي درجات الخامسة والسابسة والسابعة يقل العلاوة بالسنة من سبعة إلى عشرة آلاف بينما بس ماستر كارد وغيره بأنه دا يأخذون لا يقل عن عشرة آلاف ثمانت آلاف ثمانت آلاف ثمانت آلاف ثمانت آلاف عن كل راتب شهر احسينها في ثمانعاش مئة واربع واربعين آلاف والعلاوة مادة بالسنة هي سبعة آلاف ثمانت آلاف نفس الشي تأمين الصحي هاي طباب للسرقات من قبل الطبقة السياسية اللي كل من سوى مستشفى خاصة بي سوى مؤسسة تعليمية أو جامعة خاصة بي أو كلية إذن هذه الطبقة السياسية ما لم تزاه عن طريق الشعب العراقي وعن صدر المواطن العراقي سوف يوقع الوضع ما هو عليه كورونا وغير كورونا والأيام القادمة تشهد بهذا الموضوع إذن على الطبقة السياسية أن تغير من أسلوبها بالمعاملة مع المواطن العراقي بتأمين الأمور المستشفيات الجيدة العلاج الجيد الإجراءات الصحية الجيدة مثل ما قلت لك الشاشات توعي المواطن أنا من قال البارخة واحدة من الوحدات اللي جاءت الأزمة قالت بأن الموالات تنفتح من الساعة عشر الصبوع للوحدة الظهر يعني لحد الآن جاءت الموالات هي نفتحها لك على القريم مثل ما طرقنا بداية الحقيقة نعم طيب إذن إذن إستاذ وأحمل أنا بالوقت رح يدركنا هو انتهى الوقت حقيقي أستاذ جبرا كذا مره ويا برنامج أنا دائما الوقت حقيقة قصير ويا حضرتك لأن كلام كثير إذن كان معنا من مغداد المحل السياسي والباحث في الشئر العراقي لأستاذ جبار خضير شكرا جزيلا على حضورك اليوم إزاك الله خير ممنون إستاذ أحمد بارك الله بيك إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة